اعينوا قضاء حوائجكم بالكتمان انا شخصيا اذا حكيت عن شيء انوي ان يسويه سبحان الله ما يتيسر نهائيا بتكون فيه مشاكل وعراقل على عكس الكتمان انك تغلق فمك الى ان تسوي اشغالك بيسر لك فيها رب العالمين فاللي ينوي انه يسافر ويفتح مشروع ويعتمر ويتزوج واللي حامل واللي يشتغل في مجال على الانلاين واللي يدرس اخصص معين اسمط اسمط لا تخبر الناس حتى تقضي اغراضك اعين نفسك وحياتك انها تتيسر بالكتمان لانه ببساطة مش كل الناس عندها نية طيبة تجاهك لا في فئة منهم اللي نفوسهم خبيثة واللي نفوسهم سودة وبالتالي اكتم امرك الى ان تسويه وينجح وبعدين خبر الناس